اهلا بكم مشاهدينا من جديد اعلنت بورصة البحرين عن اطلاق برنامج المستثمر الذكي خلال العام الدراسي 2018-2019 بالتعاون مع انجاز البحرين وكجزء من احتفالية اطلاق البرنامج قامت كل من بورصة البحرين وانجاز البحرين بزيارة مدرسة الخوارزم الابتدائية للبنين وصرح الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بانهم يأملون ان يشتمل البرنامج عددا اكبر من المدارس في السنوات القادمة وانهم يطمحون الى تطوير البرنامج الى النسخة الالكترونية وقال رئيس مجلس ادارة بورصة البحرين عبد الكريم بوشيري ان البرنامج يأتي ايمانا منهم باهمية نشر الثقافة الاستثمارية والمالية بين جميع الفئات والشرائح العمرية في المجتمع واستكمالا للبرامج التي تقدمها البورصة في مجال نشر التوعية الاستثمارية ليتضمن فئة الطلبة في المرحلة الابتدائية برنامج المستثمر الذكي هو برنامج من عدة برامج تقدمها بورصة البحرين لجميع الفئات العمرية سواء في المرحلة الابتدائية في المرحلة الثانوية في الجامعة حتى الى مبعد الجامعة منها برامج للعموم المواطنين والمقيمين منها برامج تحدي مثل تحدي التداول الاستثماري لكن برنامج المستثمر الذكي بحد ذاته من اهم البرنامج اللي اشوفه شخصيا والجميع ممكن او كثير يوافقني في ذلك انه برنامج مهم لانه يزرع ثقافة الاستثمارية في اجيال المستقبل والنقش في الصغار كالنقش على الحجر الهدف من البرنامج لا يمكن تحقيقي خلال سنة و سنتين لانه هذي هدف قلنا نقول طويل المدى احنا نبين مصل الطفل من مرحلة الطفولة مرحلة الابتدائية لمرحلة الاستثمار يكون متخرج من جامعة ويعمل وكذا فهذه المرحلة هاي تستقليها عشرة الى خمسة عشر سنة من الان احنا ما نبين ننظر للسنة القادمة فقط احنا هذي مشوار طويل نقول عنا مشوار الالف ميل يبتدي بخطوة احنا اليوم خطينا خطوة قد تكون خطوة واسعة اكثر ما كنا نتمنها احنا رأينا النجاح هذه البرنامج ومن خصوصيات هذه البرنامج ان مؤسسة الانجاز اتدرب المعلمين او المعلمات والمعلمات في تقنية كيفية نقل المعلومة الى الطلبة بخصوص الامور المالية والامور الاقتصادية وشفنا النجاح الكبير لان المعلمة معلمة الصف هي مدركة تعرف الطلبة وقاعدين نفذ هذا البرنامج ضمن برامج وزارة التربية التعليم للمنهج المخصص للصف الرابع ابتدائي اعلن مصرف البحرين المركزي عن اول شركة تنهي بنجاح مرحلة البيئة الرقابية التجربية وهي شركة بوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا والتي حصلت ايضا على موافقة المصرف المبدئية لمزاولة الخدمات المصرفية المفتوحة وقد تم الاعلان عن ذلك في حفل اقيم بهذه المناسبة في منقر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج انهم يسرهم الاعلان عن اول شركة تنهي مرحلة البيئة الرقابية التجربية بنجاح والذي يتزامن مع اصدار التوجيهات النهائية بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة ومن جانبه صرح خالد الرميح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة انهم سعداء بتخريج اول شركة من البيئة الرقابية التجربية فمثل هذا النجاح انما جاء ليسلط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تحديث وتطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية والان نترككم مع اسعار صرف الجينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث اقفل مؤشر البحرين العام في نهاية التداولات هذا اليوم بارتفاع بسيط عند مستوى 1317 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 5 ملايين و180 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و342 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة اسهم المتداولة ما نسبتها 57.38% من القيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 7838 نقطة بارتفاع نسبته 0.25% بدعم من صعود جماعي لقطاعاته الكبرى ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبته 0.09% وأغلق عند مستوى 5406 نقاط وذلك بدعم من تقدم أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية بشكل رئيسي وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.56% بدعم من تقدم قطاعات السوق بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية فيما أغفل سوق دبي المالي متقدما بنسبة 1.42% مدعوما بارتفاع كافة القطاعات في البورصة وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أقلق على انخفاض نسبته 0.13% متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي المال والخدمات دشنا ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبورك في المنطقة الشرقية للمملكة ومن المقرر أن تشيد المدينة عبر ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كم مربع وتنتهي أعمال بنائها بالكامل في 2021 وتتولى شركة أرامك النفطية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن ويعد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة من أبرز برامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية السعودية 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيمويات والكيمويات جبكا عبدالوهاب السعدون أن العام المقبل سيشهد خطوات اندماج واستحواذ بين عدد من شركات البتروكيمويات في دول مجلس التعاون خاصة في السعودية وسلطنة عمان وضاف السعدون أن الاندماج سيشمل مجالات الانتاج أو التشغيل أو التسويق بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات الخليجية بالأسواق الخارجية وأكد أن الشركات الصغيرة في الخليج لن تكون لديها القدرة والتنافسية في الأسواق الخارجية وبالتالي فإن التوجه العملي والمنطقي هو نحو بناء كينات كبيرة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وأشار السعدون أن هذه الصناعة عالمية فإن حجم الكينات في قطع البتروكيمويات الخليجي يعد مهما لتعزيز تنافسية المنتجين الخليجيين أكد هنريك فونشيل مؤسس الثروة الصناعية الرابعة ومنظمة الثورة الرقمية الألمانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون خلال الأعوام الخمسة المقبلة ضمن قائمة الدول الخمسة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة قدرة قيادتها على وضع الاستراتيجيات المناسبة والتعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص وجاء ذلك خلال عرض قدمه فونشيل ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر وأكد فونشيل أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط بمحورين أساسيين على الدول الراغبة بالتمييز في هذا القطاع اتباعهما وهما وضع الاستراتيجيات الملائمة وتحقيقة تنفسية في اقتصادتها مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الاقتصاد الفنزوليية تضرر من التضخم الكبير والركود الاقتصادي المستمر أبرمت شركة كربون القابضة المصرية عقد تمويل قيمته 1.25 مليار دولار لبناء مجمع عملاق للبتروكيمويات في ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر وسيكون مجمع تحرير للبتروكيمويات الذي تبلغ تكلفته 10.9 مليار دولار أكبر مجمع في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يوفر 48 ألف فرصة عمل وقال بيان لمجلس الوزراء المصري أن شركة كربون وقعت على عقد تمويل مع مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن التي تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات لتمويل مجمع تحرير للبتروكيمويات بالعين السخنة بمبلغ 1.25 مليار دولار أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت في مجلس العموم على اتفاق بريكسيت وحذرت ماي خلال جلسة في البرلمان البريطاني من أن عدم تنفيذ اتفاق بريكسيت سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني مؤكدة أن أمام البرلمان تحديا بشأن تأمين خروج الناجح من الاتحاد الأوروبي وأوضحت أنها ستتوجه إلى بروكسل للإطلاع نظرائها الأوروبيين بتحفظات الشعب والنواب حول بعض بنود الاتفاق مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بريكسيت المبرم مع الاتحاد الأوروبي يعتبر الحل الأمثل لبريطانيا أصبحت أستراليا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر حسب ما أظهرت بيانات ريفنف وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر ما يفوق 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15% مقارنة بالشهر السابق وتتجاوز أستراليا بهذه البيانات قطر التي تراجعت صادراتها بـ 3% والآن مشاهدين أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا قالت الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة في فنزويلا إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت 1.3 مليون بالمئة في السنة المنتهية في نوفمبر مع تضرر البلاد من تضخم كبير وركود وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من العام الجاري أن يتجاوز معدل التضخم المليون في المئة عام 2018 و10 ملايين بالمئة العام المقبل وقالت الجمعية الوطنية في تقرير أن التضخم الشهري تباطأ إلى 144% في نوفمبر ورفع الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو نهاية نوفمبر الحد الأدنى للأجور بنسبة 150% وذلك في سادس تعديل خلال 2018 في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم ترجمة نانسي قنقر